طيب هنروح لبطولة العالم لسكواش طبعا انتوا عارفين بطولة العالم لسكواش في مجموعة عارفتش السافر عشان تأشيرات امريكا منهم مصطفى عسل ولكن في مجموعة بتلعب هناك من ضمنهم نادين شاهين نادين شاهين لعبت منتخبنا الوطني لسكواش ولعبت النادي الاهلي ايضا هتلاعب النيوزولندية جولي كينج بثمني النهاية بطولة العالم واللي بتتلاعب دلوقتي في مدينة شيكاغو الامريكية في الفترة من 14-22 يوليو الحالي والمجموع الجوائز البطولة دي مليون وخمسمائة الف دولار كام يا هيسم مليون وخمسمائة الف دولار نسكواش اه يعني بتكلم عن الولاد والبنات مش ولاد بس عشان ما تقولش انا بقولها حاجات غلط مليون ولاد مليون دولار وخمسمائة الف دولار للبنات مجموعهم خمسمائة وخمسمائة مليون انا قاسم مليون دولار خمسمائة ولاد وخمسمائة بنات نادين وصلت للدور ده بعد ما كسب دولة الـ 32 بطلة ماليزيا من نتيجة 3-1 وللأسف احنا كان عندنا يوسف سليمان مشاري وكان عندنا سانة إبراهيم مشاركين بس ما حلفهمش الحظ ان هم يعني يتأهلوا طيب خلينا اقول لكم انه يوسف سليمان كان حصل له برضو موقف يوسف سليمان في البطولة دي اتخبط في بقه واسنانه الكسر يعني في جزء من سنانه الكسر ومعزال الكامل المطش وكسب يعني اصدى اقول لكم ان حتى ولادنا بيبقى عندهم دافع بقول لكم يعني الصور لو معنا كنا عرضناها لحضراتكم بقوا جايب دم واسنانه مكسورة شايل سنانه ويمكن اجيبها لكم كمان ومصطفى عسل معنا شايل سنانه على ايده والدم نازل خرج نشف دمه ومسح ايده وكمل المبره وكسبه ده مين يوسف سليمان يعني اصدى اقول لكم انه لعبة النادي الاهلي حتى في كلها لعب شكرت القدم عندهم هذه الروح القتالية طب سنة سنة ابراهيم سنة محمود ابراهيم عندها تسعتاشر سنة لسه صغيرة بتشارك البطولات دي عشان بعد سنة او اتنين تخش في ترتيب العالمي تخش في ترتيب العالمي